كما شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتبنى نهج الاعتماد على القطاع الخاص في عملية التنمية مشيرا إلى أن الدولة لديها هدف طموح للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار في إطار مواجهة التحديات الراهنة فإن الدولة المصرية تستهدف تبني سياسات قائمة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري ومضاعفت نسبة مساهمة في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة وذلك من إخدار من خلال إصدار القوانين المنظمة الكفيلة بتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الحياد التنافسي في الاقتصاد المصري وانطلاقا من ذلك كان اهتمام الدولة المصرية بتوفير البنية الأساسية اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام دوره في الاستثمار والتوسع في الانتاج والتصدير في إطار هدف طموح للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا